اكد عدد من الوزراء والمسؤولين عزمهم على تنفيذ كافة مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف الذي اطلقه صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لدى ترأسه جلسة مجلس الوزراء اليوم بحسب ما هو مخطط لها مما يسهم في تحقيق اهدافه بتوظيف ابناء البحرين في الوظائف المناسبة لهم معربين عن تمنياتهم بتكاتف الجميع في انجاح هذا البرنامج الطموح الذي تسعى الحكومة الموقرة لتحقيقه لصالح الباحثين عن فرص العمل من المواطنين مشددين على مباشرتهم تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف والذي سيسهم في تعزيز فرص العمل النوعية والمناسبة للمواطنين بحسب مبادراته الاربع الرئيسة والمتمثل في اطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزيادة الدعم الذي يقدمه قانون التأمين ضد التعطل من خلال تعديل مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتعاون مع السلطة التشراعية وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور صندوق العمل تمكين لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل إلى جانب رفع رسم تصريح النظام الموازي الاختياري ورسم نظام تصريح العمل المرن بما يعزز الفرص التي تجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر الإقضابية وتحدث فيه كل منه معالي شيخ سلمان من خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وسعادة السيد غان بن فضل البعنين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة الدكتور إبراهيم بن محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين حول تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر